اشتركوا في القناة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة برئيس وعضاء اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب المدرسية الدولية التي ستقام خلال الفترة من الرابع والعشرين لغاية الحادي وثلاثين من أكتوبر الجاري برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بلك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واطلع سموه على عرض تفصيلي حول آخر الاستعدادات التي قامت بها اللجنة التنفيذية بإشراف ومتابعة من اللجنة المنظمة العليا للدورة التي ستقام بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية وبالشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة وأشد سموه بحجم الجهود المبدولة خلال الفترة القصيرة الماضية والتعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية والاتحاد البحريني الرياضي للمدارس والجامعات في سبيل إتمام كافة الترتيبات المتعلقة بالاستضافة مؤكدا سموه على أهمية مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة مع بدء العد التنازلي لانطلاق الحدث الذي يقام برعاية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بأن دورة الألعاب المدرسية الدولية البحرين 2024 تعد أكبر حدث رياضي تحتضينه المملكة هذه الأيام بمشاركة أكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة يمثلون أكثر من سبعين دولة وهو ما يفرض على الجميع إكمال كافة الترتيبات بالصورة اللائقة والمشرفة مشيدا سموه بجهود أعضاء اللجنة المنظمة العليا واللجنة التنفيذية مؤتما سموه للجميع دوام التوفيق والنجاح